فهل هي ليلة سقوط كييف؟ يبدو فعلاً أنها تقترب الأحداث من ذلك رغم الرؤية الأمريكية المختلفة للأحداث فقالت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم إن القوات الروسية قصفت برجاً للبث التليفزيوني في العاصمة الأوكرانية كييف وهو مما يمكن أن يكون تسبب في تعطيل إشارات البث هذا وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية باتت على بعد 30 كم من مركز العاصمة كييف مؤكدة تزايد القصف الروسي على المناطق المأهولة خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية أما مسؤول أمريكي فقال لرويترز إن لا تقدم ملحوظاً للقوات الروسية في كييف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية متحدثاً عن تباطئ في العملية الروسية في كييف قائلاً إن سبب ذلك تحديات الوقود والإمدادات وربما إعادة التفكير الروسي بالعملية على حد تعبيره المسؤول الأمريكي أضاف لرويترز أن بلاده تقدر أن الرئيس زلينسكي لديه القيادة والسيطرة على قواته من جهة أخرى قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس الحاجة إلى إنشاء آلية لتواصل مع روسيا فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا وفقاً لكيربي فإن القضية تتعلق أيضاً بإقامة اتصالات حول استخدام المجال الجوية ترجمة نانسي قنقر